كتير جدا بقى هنطلع وانا قلت لحضراتكم الكلام ده مبارح ان احنا مش هنسكت على حاجة اي حاجة هتتقال هنرد عليها بدل الكلمة عشرة بدل الكلمة عشرة لان من الواضح ان الناس بتفهم السكوت اللي احنا متعودين عليه دايما او اللي احنا تعودنا عليه هنا في النادي الاهلي ان لما الناس بتحس ان احنا سكتين بيقولك ده الغلابة دول سكتين دول ضعفاء ولكن مش دي الحقيقة الحقيقة ان احنا كنا متوهمين او كنا متخيلين ان احنا بنتعامل مع ناس عقلاء ولكن من الواضح ان يعني زي ما حضراتكم بتشوفوا كل شوية حاجة تحصل كل شوية حد يطلع يتكلم كلمتين كل شوية وبدليل ان النادي الاهلي مثلا امبارح عمل بيان عمل بيان قال لك احنا هنروح للنائب العام ردا على التطولات اللي حصلت اول امبارح او اول اول امبارح فيما يخص موضوع حسين الشحات وان الفلوس جاية من كذا والفلوس جاية من كذا والكلام ده كله ولكن النادي الاهلي اتبع الاساليب القانونية في هذا الموضوع وسيظل يتبع الاساليب القانونية في هذا الموضوع وكل الكلام اللي بتقال في كل في هذا الاطار هو كلام تافه الحقيقة وكلام لا يصح ان هو يقال ان اي حد عنده دليل على اي حاجة ما يطلح او يروح للنائب العام يدهانه احنا عندنا هنا قضاء محترم جدا 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 اي حد عنده اي حاجة يروح يدهان للنائب العام يروح زي ما النادي الاهلي عمل كده النادي الاهلي بيقول ان هو عنده هيقدم بلاغ للنائب العام بسبب بعض التجاوزات من بعض الاشخاص وبالتالي احنا مش هنسكت على حاجة هنتكلم في كل شيء هنرد على اي حد بيتكلم زي ما قلتلكم النادي الاهلي نزل بيان النادي الاهلي مش هيرد بالكلام النادي الاهلي ما بيردش بالكلام النادي الاهلي بيرد بردود عملية بردود عملية مش مجرد كلام بيتقال وخلاص لا احنا بنرد بردود عملية وحتشوفه بكرة وبعده وبعده الايام القادمة ستظهر أشياء كثيرة جدا جدا الحمد لله أنتوا تعودتوا علي في هذا البرنامج احنا بقلنا أربع خمس مرات بنتلع مع حضراتكم ولكن تعودتوا علينا أن احنا لما نجي نتكلم بنتكلم معكم بمصدقية وبمعلومات وبالتالي الفترة القادمة حزمة من القرارات التي تخص الحقوق الأدبية والحقوق المادية للنادي الأهلي علشان حفاظا على هذه الحقوق لأنه من حقكم أنتوا كجمهور وأنتوا قاعدين بتتفرجوا أو قاعدين بتشوفوا مجلس إدارة النادي الأهلي ماذا يفعل كي يحافظ على حقوقه المادية وحقوقه الأدبية كل الكلام اللي أنا سمعته خلال كام يوم اللي فاتوا والنهاردة ومبارح وأول وأول كل الكلام ده كلام تافه صدقوني والله كل ده كلام صرصرة فيه فيلم اسمه صرصرة على النيل صرصرة على النيل فكل دي كلام الواحد ما بيعني ما لهش نهاية مجرد كلام بيتقال في الهوى مجرد كلام بيتقال لمجرد أن أنا برد على حاجة حصلت ومش عارف أرد عليها إزاي فبقول أي كلام وأسهل حاجة على فكرة بالمناسبة تلفيق التهم أسهل حاجة تلفيق التهم ده أسهل حاجة في الدنيا ممكن الواحد يلفق فيها تهم لكن أبواب النادي الأهلي مفتوحة للجميع أبواب النادي الأهلي مفتوحة للجميع أي حد أي حد بيشك في أي حاجة تخص النادي الأهلي وده حصل بالمناسبة بكده وزي باش حضراتكم شفته وزي ما عرفته والنادي الأهلي هو اللي كان طالب هذا الموضوع أبواب النادي الأهلي مفتوحة لأي حد يجي يفتح الباب ويقول لنا احنا عايزين نرأب أو عايزين نشوف الحتة المالية الفلانية عندناش مشكلة خالص